بسم الله الرحمن الرحيم يمتصه من رحيق الأزهار ليطعم نسله ويتغد به عند الحاجة والنمل يبني قريته في سقان الأشجار وفي الجدران وفي باطن الأرض ويبني فيها غرفا يدخر في بعضها قوته الذي يجمعه من العمل الدأوب ويظل النمل في كده طول الصيف فيدخر ما يسد حاجته في الشتاء وإذا تأملت النحلة وجدته كالنمل في شغل شاغل وعمل مستمر لا ينقطعون عنه هكذا كل من جد وجد الآن نرحل بناء الفكري متى يكد النمل في جمع قوته ولأي فصل يدخره إذن فنس أطفالي لحظوا يظل النمل في كده طول الصيف إذن متى يكد النمل يكد في الصيف أو طول الصيف ويدخره فيدخر ما يسد حاجته في الشتاء إذن لأي فصل يدخره يدخره للشتاء يكد النمل طول الصيف ويدخر قوته للشتاء جيد الآن في النص توجد صفتان يتشابه فيها النمل والنحل أذكرهما باختصار إذن أول صفة أطفالي لحظوا في أول النص أو في أول السند يقول يظهر حب الإدخار في صنفين من الحيوانات هما النحل والنمل يعني النحل والنمل لهم صفة مشتركة بينهم وهي حب الإدخار إذن أولا الصفة الأولى هي حب الإدخار لحظوا أيضا في الآخر في آخر النص إذا تأملت النحل وجدته كالنمل في ماذا؟ في شغل شاغل وعمل مستمر لا ينقاطعون عنه إذن يعملون باستمرار يعملون باستمرار إذن يكدون ويعملون باستمرار إذن هذوما صفتان المشتركة بين الشرقين الصفة الأولى حب الإدخار الصفة تانية العمل باستمرار جيدا هات مرادف الكلمة نسله ثم وظفها في جملة من إنشائك إذن النسل اللحظة هنا ليطعم نسله ويتغدى به عند الحاجة إذن النسل يعني أطفاله نحاول أن نوظفها في جملة أطفالي مثلا مثلا يعني فقط للمساعدة نقول يربي الأب نسله تربية صالحة مثلا يربي الأب نسله تربية صالحة استخرج من النص ضد الكلمة عندنا العمل المنقطع إذن عكسها طبعا العمل المستمر الآن إعراب ما تحته خط في السند ليطعم إذن يطعم رهي فعل مضارع فعل مضارع منصوب وعلمة نصبه فعل مضارع منصوب بلام تاني إذن هذه اللام لام التاليل يطعم فعل مضارع منصوب بلام تاليل وعلى مطنص به الفتح الظاهرة على آخره الآن النمل ويظل النمل النمل طبعا اسمه يظل مرفوع بالظم الظاهرة على آخره ثم النحلة إذا تأملت النحلة تأملت ماذا تأملت النحلة فهو مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة على آخره الآن تحويل حول أو حول الجملة التي بين قوسين في السند إلى الجمعة ليطعم نسله ويتغذى به عند الحاجة إذن ليطعموا حدف النون طبعا لأنه من الأفعال الخمسة ليطعموا نسلهم ويتغذوا به عند الحاجة جيد الآن استخرج من النص فعلا صحيحا وبين نوعه مثلا هنا يدخر باش تعرفوا إذا كان فعل صحيح أطفالي حولوه من الماضي يدخر دخرا إذا دخرا رهو فعل صحيح ثلاث الآن فعل معتل مثلا نعطيكم فعل معتل لاحظوا هنا يتغذى حولوها للماضي تغذى تغذى رهو معتل الآخر يعني فعل معتل ناقص إذن تغذى رهو فعل معتل ناقص الآن علي الكتابة الهمزة في كلمة الدأوب الدأوب طبعا كتبت على الواوي أنها مضمومة وما قبلها مفتوح الآن نرحو الوضعي الإدمجي أطفالي حل الشتاء ذهب الجميع حل الشتاء والجميع إلى بيوتهم حل الشتاء الجميع في بيوتهم مختبئين من البرد في حل ثم تجه إلى النملة يشكو إليها حاله ويطلب منها المساعدة التعليمية تخيل الحوار إذن قلنا الأطفالي الحوار تخيل الحوار الذي دار بين النملة والصرصور وما هو موقفك لو كنت مكان النملة هل ستساعد الصرصور وتنصحه أم لا اكتب فقرة من 12 سطر يعني اكتب هذا الحوار واذكر موقفك اتجاه الصرصور مع إعطاء الحجج والبرهين الكافية طبعا نكتب الحوار أطفالي في الآخر نكتب جملتين يعني جملة أو جملتين نبين فيها الموقف تناتجه الصرصور ثم قالونا وظف فيه بعض الشواهد إن شاء الله هو فعلا مضايرا مجزما إذن سأساعدكم في الوضعي أطفالي ذات ليلة باردة في فصل الشتاء كانت النملة تجلس قرب المدفأة وإذا بالباب يقرع فقالت النملة من؟ قال الصرصور أنا الصرصور يا جارة العزيزة قالت النملة ما لك؟ قال الصرصور يا صديقة الوفية أنا جائع الآن وليس عندي تعامل كما تعلمين ولم أدخر تعامل في فصل الصيف وتعلمين أن العمل في الشتاء والبرد أمون صعب جدا فهل تعطيني قليلا من القمح أسد به رمقي؟ وأعيدك أن أعيد لك هذا الدين في فصل الصيف فقالت النملة إنك تعلم أن العمل في الشتاء صعب جدا وتعلم أيضا أن العمل في الصيف هو العمل الحقيقي وتعلم أنني قد تعبت وجمعت طعامي في فصل الصيف والصيف ثلاثة أشهر أعمل فيه ثم أستريح فيما بعد بينما أنت تغني وتله وتستمتع وترتاح في الصيف والآن تريد مني دينا؟ ومن يضمن لي أنك ستعمل في الصيف أم تلهك عادتك؟ أتذكر حين رأيتك وقلت لك يا صرصور اذهب وعمل ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟ ولم تأخذ بنصيحة واستهزأت بي؟ فانظر إلى نفسك الآن كيف تقف أمامي بمنظر يرثله وانظر إلى صخرياتك أين أوصلتك لن أعطيك شيئا بي أنظر إلى ضفة النهر هناك ثم تقصب سكر جذير اذهب وتناول منه ما يكفيك في كل يوم في البلد والمطر بعل ذلك يكون لك درسا وذهب الصرصور حزينا في البلد والأمطار ليأكل من قصب السكر وتذكر أن كلام النملة صحيح وقرر منذ ذلك اليوم أن لا يؤجل عمل الصيف إلى الشتاء وفعلا كان تصرف النملة حكيم وعلمت الصرصور أن يتصرف بعقل في الأمور المصرية فلو أشفقت عليه وأعطته طعاما يكفيه في فصل الشتاء لبقي طوال حياته يلعب صيفا ويطلب الطعام من النملة شتاء هذه هي أدفاعي الأعزاء إذن خليكم في أمان الله وحفظي بالتوفيق في اختباراتكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته